بسم الله الرحمن الرحيم أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي داريسي مقرر جبر المصفات ومع الجزء الرابع من الدرس الرابع المطلوب هو إيجاد معكوس المصفوفة A وهي مصفوفة ربعة ثلاثة في ثلاثة باستخدام طريقة جاوس جوردان للحذف كما فعلنا في التمرين السابق لمصفوفة 2 في 2 نقوم هنا بعمل المصفوفة الموسعة المكونة من المصفوفة A في اليسار والمصفوفة I في اليمين وهي مصفوفة الوحدة من نفس أبعاد A أي مصفوفة ثلاثة في ثلاثة قطر الرئيسي واحد وباقي العناصر عبارة عن أصفار وباستخدام العامات الأولية على الصفوف نحاول أن نحول المصفوفة اليسرى إلى مصفوفة وحدة أو مصفوفة في Reduced Row Echelon Form العنصر الأول في الصفة الأول في اليسار كما نرى هو عبارة عن واحد فهو جاهز نستخدمه في تصفير العناصر الموجودة أسفل ففي البداية نضرب الصفة الأول في سالب واحد ونجمع الناتج على الصفة الثانية الصفة الأول كما هو ليس فيه أي إجراءات ثم نضرب الصفة الأول في موجب ستة وهو المعكوس الجمعي لستة ونجمع الناتج على R3 الآن ننتقل إلى الصفة الثاني أول عنصر فيه على اليسار هو واحد leading one هنا واحد وهو جاهز نستخدمه في تصفير العنصر الذي فوقه سالب واحد والذي تحته وهو سالب أربعة ففي البداية نجمع الصفة الثانية على الصفة الأول ثم نضرب الصفة الثانية في أربعة ونجمع الناتج على الصفة الثالث الآن ننظر إلى العنصر الأول في الصفة الثالث leading one وهو سالب واحد نريد أن نحوله إلى واحد فماذا نفعل؟ نضرب الصفة الثالث في سالب واحد الآن لو جمعنا الصفة الثالث على الصف الثاني مرة وعلى الصفة الأول مرة لصفرنا سالب واحد التي فوقه R3 زائد R1 ثم R3 زائد R2 الآن أحبتي المصفوفة الموجودة على اليسار هي مصفوفة الوحدة reduce the row echelon form فتكون المصفوفة الموجودة في اليمين هي معكوس المصفوفة أي أن A-1 تساوي سالب 2 سالب 3 سالب 1 سالب 3 سالب 3 سالب 1 سالب 2 سالب 4 سالب 1